اكتشاف أنواع جديدة فيما بقي من الهملايا بين عامي 2009 و2014 تشف العلماء ما يقارب 211 نوعا جديدا في المنطقة التي تمتد من وسط نيبال في الغرب إلى ميانمار في الشرق شاملة أيضا مملكة بوتان وأجزاء من شمال شرق الهند وجنوب التبت وقد تم اكتشاف نحو 34 نوعا حيوانيا ورباتيا جديدا سنويا خلال سنوات الست الماضية وفقا لتقرير صدور حديثا عن World Wide Fund القرد العاطس من بين الأنواع الجديدة الأكثر غرابة والواردة في تقرير هو القرد العاطس والذي أطلق العلماء عليه اسم سنبي هذا المخلوق الفريد ملون بالأسود والأبيض يعيش في منطقة نائية في شمال ميانمار فيما كان يقع بين الجبال الوعيرة والغابات الكثيفة يمنك سنبي أنفا مقلوبا ومن هنا جاء لقبه يتسبب بتجمع نياه الأمطار الأمر الذي يسبب العطس لهذا القرد عندما تمتر ولتجانب نوبات العطس تقضي هذه الحيوانات الأيام الماطرة وضعت رأسها بين ركبتيها بحسب WWF يشكل شمال ميانمار موطينا لأنواع جديدة صغيرة من الأسماك المرعبة والتي تسمى دانيونيلا دراكولا وهي سمكة صغيرة الحجم ذات أنياب مدببة بارزة من ثكيها كما أن نوعا آخر من الأسماك الغريبة وجد في شرقي جبال الهملايا يسمى شانا أندراو وهي سمكة زرقاء ذات رأسا شبيه بالأفعال تمرق صفات غريبة إذ يمكنها أن تمشي على الأرض زاحفة على بطنها قدرة هذه الأسماك على تنفس الهواء يعني إمكانية تعيشها على اليابسة لبضعة أيام قبل أن تعود إلى مطنها في مياه العذبة أفعال مرصعة بالمجوهرات الحيوان الزاحف الوحيد الذي اكتشف في شرقي الهملايا منذ عام 2009 هو الأفعال محية الرأس المرصعة السامة وهي كائن مميز بالفعل وحتى لو كنت تكره الأفعي فسيصعب عليك أن تنكر جمال هذه الأفعى فالأشكال البنية المحمرة اللامعة التي تغطيها تجعلها تبدو كأنها مرصعة بالجواهر هيملايا مفترق الطرق كل هذه الأنواع المكتشفة حديثا تبدو أخبارا رائعة لأي شخص يهتم بالتنوع الحيوي لكن تقرير WWF يظهر أيضا المخاطر التي تواجه شرقي الهملايا وربما أهم هذه المخاطر يتجلى في تغير المناخ مع خطر فقدان المواطن الحيوية لكائنات حية لا حصر لها في هذه المنطقة بسبب إزالة الغابات والتنمية والرعي الجائر لم يبقى سوى 25% من هذه الموائل الأصلية إذ أن التطور السريع قد أثر سلبا على أغلب أراضي المنتقات يقول سامي توني كاسكي وهو مشرفان في مبادرة Living Himalayas في WWF إن الشرقية الهملايا على مفترق طرق حاليا ويجب على الحكومات أن تختار إذا ما كانت ستستمر في اتباع المساري الحالي نحو الاقتصاد الهاشي الذي لا يأخذ بالاعتبار التأكيرات الضارة على البيئة أو اتخاذ مسار بدين أكثر خضراراً وتنمية اقتصادية أكثر استدامة بشكل عام تعد جبال الهملايا موطناً لنحو 10 ألاف نوع من النباتات و300 نوع من الثديات لإضافة إلى نحو 1000 نوع مختلفين من الطيور ومئة الأنواع من الزواحف البرمائيات وأسماك المياه العذبة التي تعيش في هذه المنطقة وبحسب WWF فقد تم اكتشاف أكثر من 130 نوعاً جديداً من النباتات فيها التحدي الذي تواجهه المنظمات مثل WWF هو الحفاظ على الأنواع التي اكتشفها العلماء وحماية المنطقة التي قد تكون موطناً محتملاً للمزيد من المخلوقات والنباتات الغير مكتشفة بعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر